في العالم لا يوجد سوى الانقسام أمة ضد أمة حتى في داخل الأسرة في نزاع وخصام وانقسام أيضا وأيضا في العنصرية والطبقية في كل مكان حتى في داخل الإنسان في معارك وحتى الإنسان الطبقية القوي بيتصلت على الفقير وهذا ما نرى أن روما كانت تحكم العالم قديما 60 مليون عبد كان موجود في تلك الأيام انقسام في كل مكان لكن المشكلة الكبرى والأخطر عندما يكون الانقسام في داخل الكنيسة هذا غير وارد في تعليم الكتاب على فكرة وهذا يعني مش موجود يعني فيه نزاعات لكن تحل هذه النزاعات لكن كون أن الكنيسة تكون منقسمة هذا اندل على شيء لم تختبر قوة حضور الله في حياتها فلما نسمع هذه الرسالة خلينا ننتبه إذا أي إنسان بيدعو للانقسام يعني بيدعو لرسالة خاطئة ضد الله مباشرة ليه؟ لأن المسيح هو الحل المسيح هو المحور المسيح هو المركز بالأحرى كما أنه كان هذا المكان آسيا الصغرى ملطقة البشرية المسيح هو الملطقة البشرية من كل الشعوب من كل الأمم من كل الأجناس من كل اللغات في واحد في يسوع المسيح أظهر محبة وأظهر رحمة أيضا هذه الوحدة بتتحقق من خلال الكنيسة فالكنيسة هي الأداء هي الأداء التي تحقق هذه الوحدة الإلهية إذا الكنيسة كانت منقسمة فالعالم يعني في مضرة والعالم في مشاكل وفي أزمة إذا الكنيسة لم تحل هذه المشاكل